اكد صاحب السمو الملكي لامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الحرص على تعزيز التنفسية في القطاع الرياضي في مملكة البحرين إمانا بهمية تطويره كأحد القطاعات التي تدفع بمساراتنا التنموية نحو أفاق متجددة ونوها سموه بما يحظى به القطاع من دعم واهتمام مستمر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله العالم وصلة دعم تقدم وتطور المسير الرياضة البحرينية وحصدها للمزيد من النجاحات على المستويات الإقليمية والدولية جاء ذلك لدى لقاء سموه اليوم في قصلك ضيبية اليوم بحضور سمو شخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس الهيئة العامة لرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والشيخ عبد العزيز بن مبارك الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للتنس السيد ديبيد هالجيرتي رئيس الاتحاد الدولي للتنس بمناسبة زيارة لمملكة البحرين حيث نوها سموه بالأدوار الذي يقوم بها الاتحاد الدولي للتنس في تطوير هذه الرياضة وتحقيق أهدافها ودعم كافة الجهود المبذولة في هذا الشأن مشيرا سموه إلى الجهود التي تبدلها الهيئة العامة للرياضة وبدورها في تعزيز مستوى الرياضة بمملكة البحرين من خلال استضافة وتنظيم البطولات والمسابقات الرياضية مؤكدا سموه أهمية موصلة تطوير البنية التحتية من ملاعب ومنشآت رياضية والعمل على زيادة تنظيم البطولات ذات التنافسية العالية التي تسهم في تطوير مختلف الرياضات أشار سموه إلى المستويات التي وصلت إليها رياضة التنس بالمملكة وما يقوم به الاتحاد البحرين للتنس من جهود أسهمت في تحيق ذلك مؤكدا سموه على أهمية موصلة العمل على تهيئة الفرص الداعمة لتطوير رياضة التنس في مملكة البحرين وفتح أفاق أوسع أمام محبيها ومشجعيها إلى جانب تفعيل الشراكات وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية التي تشكل دورا بارزا في تنمية رياضة التنس بالمملكة لافتا إلى ما يمثله الاهتمام بالناشئين من اللاعبين في رياضة التنس وإعدادهم الإعداد الصحيح من أجل الوصول لمستويات مميزة تحقق التطلعات المنشودة لهذه الرياضة من جانبه أعرب رئيس الاتحاد الدولي للتنس عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوله من اهتمام كبير في تعزيز رياضة التنس في مملكة البحرين وموصلة دعمه لجهود التعاون مع الاتحاد الدولي للتنس متمنيا للمسير الرياضي بمملكة البحرين مزيدا من التقدم والنماء ونماء ترجمة نانس ترجمة نانسي قنقر